ستكون بقطاعي الصحة أين جددت مديرية الصحة لولاية تتبسى تأكيدها على أن أعراض الوفاة المتعلقة بإنفلونزا هي أعراض الإنفلونزا موسمية وذلك بناء على التحاليل التي تم إجراؤها بمعهد باستير ضعية على لسان مسؤولها الأولى دكتور منجيم سطوري إلى ضرورة التعاون العادي مع هذه الأعراض سليم دريد مرة أخرى تؤكد مديرية الصحة والسكان بولاية تتبسى بخصوص حالات الوفاة والمرض المتعلقة بالإنفلونزا أنها أعراض موسمية وعادية لا تدعو للقلق مثل ما تم تأويله وأصبح شائعا في كامل أرجاء الولاية على أن الأمر يتعلق بوباء معد وقاتل حيث يسر المدير الولائي على تشخيصه تماما مثل ما ذهب إليه معهد باستير الذي صرحت إدارته حول ذات الموضوع وبذات النتائج هي غريب موسمية أنفلونزا الموسمية لها عادية جدا وتصرى في أي ولاية ولاية مجاورة عندهم لقد كانوا غريب هادو ولكن نتأسف على لابانيك ومن أجل مواكبة هذه الأعراض المسجلة قامت مديرية الصحة باستحداث ما يعرف بخلايا اليقظة وتنصيبها على مستوى كامل المؤسسات الاستشفائية بغرض التكفل الأمثل بالمرضى موازات مع تكليف طاقم طبي وشبه طبي مؤهل وإلى حين تجاوز هذه المرحلة التي تعتبر وعرة بالنسبة للرسميين والمواطنين على حد سوا فالحيطة والحذر وعدم المغامرة بإهمال جانب الوقاية أهم الإجراءات المطلوبة ترجمة نانسي قنقر